هذه المقدمة الرائعة المتهمة بالسجاة والأسلوب الشعر شكرا لك ما رأت الأخبار الأراض وأحداث الساكلة جدا حقيقة حكومة السيد السوداني فعلت كل ما بوسعها وحضرت إلى مستويات خياسية من الضفن وأراض والإحتجاج على ما فعلته الشويد إذا قضية مهانة العلم العراقي وحرق المصحف الشريف وبذلك يعني هي عبرت عن كل ما يجول بخاطر العراقيين وما يسترض أن يقام بطية النقطة الأخيرة في هذا الجانب هي تدويل القضية في المحاكم الدولية وأرى هذه الخطوة قد لا تأتي بثمارها في هذه المرحلة تحتاج إلى وقت وما تزال الجماهير العراقية مستفزة إذا التصعيد الغربي على الإسلام أولا والعراق ثانيا أعتقد أن المواقف الشعبية والسياسية يجب أن لا تقفز على مواقف الدولة والحكومة وما فعلته الحكومة يعني من طرد السفيرة استدعاء القائم بالأعمال العراقي اتخاذ يعني خطوات وبيانات ترفض هذا الجانب أو ما فعله سلوان موميكا وكذلك ما فعله المواطن الديماركي طيب خير موشم إلى ردة الفعل منطقية إلى حد كثير طيب نتحدث عن تبعات ما بعد ذلك أستاذ البيدر ولدينا معتقلين اليوم سيعرضون على القضاء العراقي يعني جلهم من أتباع تيار الصدري وهناك منصات تتحدث عن أنه هناك شرارة ثورة قادمة إذا ما حكم هؤلاء لأنهم خرجوا لأجل نصرة دينهم وعالمهم العراقي نعم أعتقد القضاء السوفي تفهم يعني هذا القروج وفي السابق جرى الإفراج عن أكثر من 20 موقوف أو معتقل بسبب هذه القضية ونالك تعاطف شعبي وسياسي ورأي العامة أيضا متعاطف معه وعتقد من القضاء لليلهم إلى اعتقاد خطوات ربما يعني تتعلق بالحبس أو السجن أو التصعيد في هذا الجانب خصوصاً أن القضية ترتفط بتيار سياسي يعني ينظر إليه نظرة يعني نظرة سياسية خاصة وبالتالي ممكن أن يعني تذهب حالة الاستقرار السياسي أو تنتقل إلى حالة من الفوضى والأرباح والحكومة لا تريد أن تذهب بهذا الاتجاه أيضا